قطع خط موريس بحثاً عن السلاح لتموين المجاهدين إبان الثورة التحريرية المباركة محمد صالح لاور واحد ممن شاهدوا الحرب بتفاصيلها نقصوا للموريس ونقطعوا كان أنا فولونتي جد الثاني فولونتي أنا الثالث فولونتي كنا لمنشو ماريو نحن ندرك نقصوه هنا رحنا نقصوه لا إسمه في النهار دا تتفاهم منها في الليلة رحنا نقصوه كرر من أجسل كعداك رحنا نقصوه شوفوا يا درق تايفات على ستين سنة دروق كان نقصوه لا لين موريس هذي غير كيما ديتها يقصوه ففي الخيط دي ما تنخيطه انتع لبناء كس كس بعنا ومطين هكذا قصينا الجادي منا ويايك هنا الرأي المشينا هكذا في الوسط كان لين موريس منا ولا لين منه كسين هذي منه المجاهد محمد الصالح دون تفاصيل الثورة التحريرية التي عايشها طيلة سنوات الجهاد سلمها لتصبح أرشيفا للثورة لكن حدث العكس نهار يكمل يومين نسجل شودي كلينا في النهار في الأيام هذوك وولاين مشينا وزا شودي صدرنا وضربنا عسكره وما ضربنا عسكره وما ماتش فلان ولا ما مفتش حتلها الكارني هذك وخبيتو في سيسيله بتينا روحنا جاولينا له الديار برخصص برخصص احنا هذو ديغة مشينا شوية لخر والدونة هاتوننا نسجلوا لكم الشي اللي يخدم شو بها نديونا الدونة الكارنيات ورحهم ودوخوا بطيسهم ما سجلوهم المجاهد محمد الصالح العوار يعيش اليوم بساق واحدة لكن عزمه وإيمانه بالجزائر لا يزال قويا وراسخا وبعد جهاده بالأمس يأمل محمد الصالح في أن يواصل جلو اليوم الكفاح ببناء جزائر قوية وحرة مثل ما حلم بها الشهداء